متابعي قناة النهار لإخباري الأولى في الجزة هلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج عين على الرئاسيات 15 يوم تمر من عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات السابعة من شهر سبتمبر ودلتي لم يتبقى لها الكثير قبل موعد الاستحقاق الانتخابي 15 يوما منذ انطلاق الحملة الانتخابية والمترشحون الرئاسيات وداعميهم يواصلون عقد التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية مع التركيز خلال الأسبوع الثاني من عمر الحملة الانتخابية على الشرح المفصل لبرامجهم الانتخابية لتبقى مهمة إقناع الناخبين بضرورة الإدلاء بأصواتهم لصالح المترشح الأنسب بقيادة الجزائر تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين المحطة الأهم في مصاري الانتخابات الرئاسية 15 يوما من عمر الحملة الانتخابية التنافس يحتدم بين المترشحين لكسب المواطن وإقناعهم بأهمية موعد السابع من شهر سبتمبر موعد الاستحقاق الانتخابي نقطة أخرى مشاهدين نناقشها بحضور ضيوفنا ونسعد بصدافة كل من الأستاذ علي ربيجي المحلل السياسي مساء الخير مساء الخير أستاذ ماجد تحياليك ولذي وفك لكل مشاهدي شكرا ليك ونسعد كذلك باستاذ مصطفى برزام المحلل السياسي مساء الخير خير مجدوه تحية طيبة إلى كل الحضور الكريم وإلى كل الشعب الجزائري وتحية طورية خاصة إلى الشعب الفلسطيني الأبي شكرا ليك ونسعد كذلك باستاذ موسى بودهان وستاذ القانون مساء الخير نعم نسعد أستاذ مجدوه شكرا جزيلا على الاستاذ الكريمة وحييك وحيي الأستاذين الفاضلين كما وحيي كفت مشاهدي القناة النهار إنما كان وحيي بارك المرح شكراً لي خليني سهل معك أستاذ علي ربيج أسبوعان من عمر الحملة الانتخابية تنتهي شفنا خلال الأسبوع الأول والأسبوع الثاني كان فيه تنافس على مستوى البرامج الخطاب السياسي كيف تقيم 15 يوم الحملة الانتخابية منذ بدايتها وتقييمك كذلك لتدرج في الخطاب السياسي بالنسبة للمترشحين وداعمهم صحيح أكيد الأسبوع الأول والأيام الأولى من الحملة الانتخابية عندما نأتي لكي نقارنها بما يحدث الآن في تصاعد في مسألة الحضور واحتلال المساحات سواء على مستوى الشارع القاعات أو حتى على مستوى منصة التواصل الاجتماعي أو حتى على مستوى الإعلام بكل أنواعيه السمعي والبصري والمكتوب اليوم هذه الحملة الانتخابية تقطع هذا الشوط ولكن يمكن كمرحلة أو كتقييم لما قلناه في البداية أنه استمرنا في ذلك التقييم بأن هذه الحملة الانتخابية مختلفة تماماً من الحملات السابقة من حيث الشكل ومن حيث المضمون من حيث الشكل أنه اليوم وسائل الإعلام بالمناسبة نحيوها لأنها استطعت أنها تقف مسألة واحدة بين كل المترشحين الثلاثة أعطت فرصة لكل المترشحين سواء عبر الفضاء التلفزيون العمومي والوسائل الإعلامي العمومية أو حتى الخاصة كذلك مسألة القاعات ودخول القاعات واحترام المساحات لنشر صور المترشحين شفنا فيه احترام لهذه المساحات وهذه ثقافة ثقافة اليوم ترسخ في العمل الانتخابي نتمنى في الانتخابات القادمة على مستوى الانتخابات الشرعية أو البلدية أننا نحدو هذا الحدو النقطة الثانية وهي المهمة جدا فيما يتعلق بالانتخابات على مستوى أو الحملة على المستوى المضمون وهنا أتحدث عن الخطاب السياسي عندما نفرغ الخطاب السياسي للمترشحين ثلاثة استطاعوا أنهم يرتقوا بمستوى الخطاب السياسي ابتعدوا عن لغة الخشب ابتعدوا عن الخطاب الشعبوي ابتعدوا عن الخطابات الإديولوجية ابتعدوا عن الخطابات والنقاش الهوياتي اليوم ارتقينا بالمستوى هذا الحملة الانتخابية تستمع المواطن تستمع الناخب ونظن اليوم راهوا عنده مساحة كبيرة وبقاتلوا تقريباً خمسيان طيب سباً يا ربيج بناظر لهذا النقطة هل نقدر نقوله بلليوم صنعنا الفارق من حيث صح الارتقاء بالخطاب السياسي والخطاب الانتخابي بالنسبة للمترشحين وحتى داعميهم شوفي مجد لأسية 7 سبتمب 2024 صنعت الفارق اليوم أكيد والتفصيل الذي ربما البعض ينسى أو يريد أن يتنسى خاصة دعاة المقاطعة أو اللي رفضين بيش يمشوا العملية الانتخابية اليوم ما فيش حديث عن التزوير بين المترشحين ثلاثة وفيه مترشحين من الأحزاب معارضة موجودة على أرض الواقع اليوم ما فيش حديث عن تدخل الإدارة أو الدواء اللي كانت تدخل في المسابق اليوم هذا الحديث عن أنه كيف نرتقي بمستوى الخطاب فيه نقاش على الجانب الاقتصادي الاجتماعي احنا تحذر على النقطة لأنه كانت تقاليم ما فيش وعود ميتالية خيالية إذن اليوم التقييم اللي بدينا في الحملة الانتخابية في أيام الأولى يبدو أنه مستمر ونتمنى أنه يستمر إلى غاية نهاية الحملة ودخول في الصمت الانتخابي والصمت الانتخابي كذلك معيار آخر مهم جداً نرجو من السادة المترشحين ثلاثة ومن يدعمهم أن يلتزموا بمسألة الصمت الانتخابي لأنه أي خرق في الصمت الانتخابي نظن السلطة المستقلة للمراقبة الانتخابات ستأخذ إجراءات ضد هذا التجاوز أستاذ مصطفى بورزامة الوصف اللي نقدر نقوله حملة انتخابية 15 يوم مختلفة من حيث الشكل والمضمون ومن ناحية الخطاب السياسي كذلك بالنسبة للمترشحين الثلاث وبالنسبة للأحزاب الداعمة هل نحن اليوم أمام مشهد انتخابي جديد مغاير لكل مشهدنا سابقاً؟ أكيد أنه أنا نشوفها بالتجربة الديمقراطية فريدة من نوحة في المنطقة يعني منطقة تفريقية ومنطقة العام العربي حتى أن هذه التجربة تنافس التجارب الغربية إنسح القول لماذا؟ لأنه اليوم كنا تتبعنا تقريباً خمسة أيام من التنافس وكذلك من إجراء بعض اللقاءات الجوارية وبعض كذلك إنسح القول زيارات إلى الولايات ربما لا يكفيهم زيارة كل الولايات ولكن نظن أنه الخطاب السياسي ارتقى بشكل كبير جداً وكان بدأ محتشماً في البداية الأولى ثم بعد ذلك كان حامي الواطيس من ناحية مدم لأنه ارتقى ذلك الخطاب السياسي من تجريح الآخر من ربما سلبية الآخر إلى حوار برامجي حوار ربما ينطلق من الواقع يعني ثلاث مترشحين كانوا في مستوى حتى مستوىهم العلمي مستوى راقي جداً يعني هم في ثلاث خرجي الجامعة الجزائرية كذلك نتكلم اليوم على حتى عندما يكون مترشح يصعد بالمستوى مستوى الخطاب السياسي مستوى التسويق السياسي مستوى الدعاية مستوى الإقناع المواطن سوف يصعد كذلك بمستوى لاحظنا أنه ليست هناك ملاكافات إلا في بعض قليلة يعني للناس اللي ربما لا تريد لهذه الانتخابات أن تجرى هو عرس أنا نسميه عرس بما أنك شكيت على المواطن أستاذ مصطفى برزامة تعتقد اليوم المواطن الجزائر أصبح أكثر وعي وبإمكانه أن يفهم كل هذه الملفات ويديرها لما نتحدث عن القدرة الشرائية نتحدث عن الاقتصاد الوطني نتحدث عن تحديات داخلية وتحديات خارجية اليوم المواطن الجزائر أصبح أكثر وعي بكل هذه الملفات ويفهمها ويقف عند كل نقطة ويحللها بكل اهتمام شوف كان نقطة مهمة جدا المجد يجب أن نضع عليها المجهر إن صح القول وهو أنه اليوم عدنا 27 أو 25 مليون متصلين عبر شبكات تواصل الاجتماعي هناك نقاش حقيقي يحدث في مجمل القضايا الاقتصادية مثلا السيارات مثلا القدرة الشرائية وهذا النقاش عندما يحدث النقاش لأنه شوف هذه الديمقراطية عبارة عن ماذا دائما تكلموا عن الديمقراطية التشاركة بمعنى أنه عندما تشركين المواطن في نقاش حول القضايا التي تهمه المستوى يسعد ربما هناك بعض الشتائب وبعض القفض ولكن داخل شبكات تواصل الاجتماعي زيدي الشيء الثاني اليوم يجب أن نتحدث على ثلاث أشياء مهمة جدا من ناحية الاقتصاد ربما الأسراء الكرام يوفقون الرأي هناك الاستثمار وهناك كذلك القدرة الشرائية وهناك الاستهلاك لا يجب عجلة الاستهلاك هي من تحرك الاستثمار وهي كذلك من لها علاقة قوية جدا بالقدرة الشرائية اليوم هناك نقاش لاحظت اليوم مثلا اليوم أنا كنت تبعت الخطابات في ثلاثة يعني سي حساني و سي تبون و سي أو شيش كان يعني برامجهم أو كان النقاط التي تتكلموا عليها أولا تتكلموا عن الولايات الحدودية تتكلموا عن القدرة الشرائية تتكلموا على التنمية المحلية تتكلموا على شيء مهم جدا الذي ربما كان يؤرق التنمية المحلية وكان يؤرق كذلك حتى المسؤولين المحليين وهو التقسيم الإداري الذي ربما لم ينصف بعض الولايات ولا ينصف بعض المناطق وأن هذا التقسيم الإداري كان حتمية لا بد منها تتكلموا عليه المترشحين ثلاثة وهذا ينبئ على أنه هناك اهتمام كبير جدا من المترشحين حتى المواطنين تلاحظي عندما يضع الميكروفونات للمواطنين يتكلموا بأسلوب راقي تلك العجوز التي ربما رأيتها اليوم تتكلم بأسلوب راقي جدا بمستوى وعي وهذا ربما يجب أن نشتغل عليه ما زال الاستخارات القادمة ربما أن الرئاسية ليست كالتشريعيات وليست كالانتخابات المحلية ويجب أن نرتقي بهذا النظر لكن تعكس درجة الواحي ودرجة الإهتمام بكل موعد انتخابي وستد موسى بودهان لما نتحدث عن تقييم الحملة الانتخابية نتحدث عن مستوى الخطاب نتحدث عن المضمون نتحدث عن طريقة ترويج البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاث لكن نقطة مهمة كذلك فيما تعلق بقياس الحضور الشعبي اليوم في تجمعات الشعبية للمترشحين للحملة الانتخابية رهي اليوم في شهر أوت لكن لما نشوف التجمعات لا يعقدها اليوم المترشحين وحتى داعيمهم في حضور الشعبي المواطن يتجاوب مع كل ما يقوم به المترشح سواء بشرحه لبرنامجه الانتخابي في ذلك التجاوب هل هي كذلك نقطة نجاح تحسب الحملة الانتخابية منذ 15 يوم على انطلاقها بدون شك مثل ما ذكرتي هذا يعتبر نجاح ونجاح كبير يعتبر وعي وعي حقيقي لمواطنين لناخبين وعي بما يحوم أو يحيط بالجزائر من تحديات وتحديات كبيرة في المجالات الأمنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية داخل وخارج الوطن فهذا هناك وعي كبير لابد أن نتحدث عنه ولكن دعيني أستاذ مجد أقول بأن مواطنين فضلا عن كونهم يتواجدون في التجمعات تجمعات الجماهيرية إن صح تعبير وفي القاعات المغلقة والمكيفة هذه المرة السلطة الوطنية المستقبلية انتخبات مشكورة فرضت على القائمين على القاعات أن تكونوا مزودة بمكيفات هذا أمرنا مثل ونحن خاصة مثل ما ذكرت في عز في عز صيف ودرجة الحرارة مرتفعة جيد ومع ذلك هناك إقبال كبير وفسرنا لماذا هذا الإقبال الجماهيري الشعبي قلنا بأن ثمة وعي ووعي كبير بهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المتميز بعدة بعدة خصائص ومميزات إنشيتي ذكرنا بعضها المسائل الأمنية للتحديات الاقتصادية وغيرها في جوارنا دول جوار يعني يجب أن نذكر هذا والبعض مع الأسف الشديد يتهمنا لما نتكلم عن التحديات ونذكر الأمن ونذكر الجوار نذكر ما يجري في ديبيا هناك تحركات عسكرية يقوم بها هذا المسمى حفطر على كل حال ما احترام الأسماء والأرقاب نحو الجنوب والغرب اللي بي تحركات حقيقية يعني ثم أيضاً الكيان الصوني متواجد بقواعد عسكرية عندنا عند جارنا جار سوء جار الكيان مخزني أيضاً عن المستوى المالي والنيجر ولو أن النيجر في الحقيقة من خلال زيارات الأخيرة التي قامت بها وفود عالية المستوى الجزائر ربما فيه تذليل لبعض العقابات لبعض الصوات أعود الآن قلت لمستوى الخطاب خطاب راقي مثل ما كان ينطر الأساتذة لم نعود نلحظ تلك الخطب وتلك البرامج المشحونة بتصفية حسابات وباتهامات اتهامات متبادلة وبالكراهية والتمييز والعر ومسائل جهوية والحمد لله هذه المرة ليو فيه ترتيز على البرامج أكثر فيه إجماع بين المترشحين من احترام الأسس ومبادئ التي يقومها المجتمع الجزائري فيه احترام لدوسر الدولة لقواني الجمهورية لثوابت كما قلنا لأماكن التي تلصق فيها الملصقات والصور الخاصة بالمترشحين لم يعد هناك تمزيق لهذه الصور بصراحة لم يعد هناك استغلال لأماكن العبادة ولمركز التكوين والجامعات وما إلى ذلك هذا الأمر صار محترم لم يعود خرق للغة العربية بحيث كانت في الانتخابات السابقة الناس يستعملون للفرنسية ويستعملون للغات أخرى إذن هذه المرة في احترام بالدستور احترام للضوابط أقول احترام للضوابط الدستورية والقانونية واحترام وكذلك يعكس الجو الرضا والارتياح لمجرية الانتخاب لأنها فللأساس ووجقا للدستور خاصة في مواده من 200 إلى 203 يلزم يعني هذا الدستور يلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن تصهر وجوبا على شفافية ومصداقية ونزاهة العمل الانتخابي من بدايتها إلى نهاية فإذن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت بمجهدات لا ينكرها إلا جاعد طيب أستاذ علي ربيج دائما في متابعة 15 يوم من مجرية الحملة الانتخابية يتحدث دائما عن خطابات المترشحين لرئاسيات السابع من شهر سبتمبر كما ذكرنا الأسبوع الأول نوعا ما مختلف عن الأسبوع الثاني من ناحية لغة الخطاب أقدر نقول فيه تصاعد لهذا الخطاب السياسي من خلال شرح مضامين هذا البرامج الانتخابية كنت ذكرت نقطتان جد مهمتان في البداية لما انتابع خطابات المترشحين للرئاسيات فيه تركيز على الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي بدرجة أولى لأنه لما انحقق تنمية اقتصادية رح تنعكس على التنمية الاجتماعية إلى غير ذلك في اعتقادك هل هذان المحوران الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي ميزا الحملة الانتخابية وميزا برامج المترشحين الثلاث في الترويج لبرنامجهم الانتخابي اللي فيه عدة قطاعات كان الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي هو الأكتر بروز لأنه اليوم هذه المواضح هي اللي تلامس الوعي والحس والاهتمام متع المواطن الجزئين اليوم أنا قلت لك ارتقاء هذه الحملة الانتخابية والتغيير في عقلية ومفاهيم الحملة الانتخابية خل المواطن ينتبه وزيد على هذا كما تفضلوا الأساتذة المواطن اليوم يتم بالانتخابات على أساس أنها انتخابات رئاسية تهم الشأن العام للمواطن تهم حياته وتهم المستقبل الوطن لأنه هذه الانتخابات الرئاسية هي انتخابات مهمة ومصيرية ومهمة جدا بالنسبة للمواطن فيه مجموعة من التحديات مجموعة من التطلعات التي ربما عبر عليها أكثر من المترشح في أكثر من المناسبة الشيء اللي يهم المواطن اليوم أكيد هو البعد الاقتصادي في البرامج والبعد الاجتماعي المواطن يتكلم على القدرة الشرائية يتكلم على مسألة التوظيف يتكلم على التدخم يتكلم على الصادرات الواردات يهم حتى الحس والمشاركة تعمل المواطن في العمليات الانتخابية وفي العملات الانتخابية راح ينشوفها من خلال نقصة كما كان يتكلم مستد بورزيما مصطفى في منصة التواصل الاجتماعي خلاص إذن نحن نعيش حالة تحول وتغير أكيد فيه أخطاء وفيه مطبات ولكن ننصح فيها من خلال هذا الوعي وهذه الاستفاقة للمواطن الجزائري ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي تشوف أنه اليوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافهم لعب الدول كبير راهم يواكبوا اليوم هذا حدث الانتخابي وشوفنا فيه الملاحظ أستاذ علي ربيج صورة مغايرة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لهذه المواعيد الانتخابية ناس تابع تهتم تقوم بعملية الباختاج لبعض التصريحات المهمة اللي يهمها حتى اليوم الفضاء الافتراضي رهمة واشا فرض نفسه من الواقع إلى المواقع حتى من المواقع إلى الواقع فيه ذلك نقدر نقول تشابه نوعا ما شوف أي مديرية حمل الانتخابية لأي مترشح سواء في الجزاء أو في الخارج حتى على مستوى الديمقراطية الغربية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدات نعم تغريدات ترامب على مستوى تويتر صنعت الحدث وسيرت الآن هو الآن المعركة بين المترشح الديمقراطيات رايس وبين ترامب كمالا رايس رايس في المواقع في المواقع التواصل لماذا؟ لأن الجيل والشباب اليوم يسكن في هذه المواقع نحن اللي نازم نروح للشباب موشنا للشباب لأنه ضروري أنه ينخرط ولكن يجب أننا نتقن عملية الاتصال مع هذا الشاب وهذه الفئة التي تسكن في هذه المواقع ونظن المدرية الثلاثة للمترشيح الثلاثة عرفوا كيف يوطفوا هذه المنصات التواصل الاجتماعية لأنها مهمة جداً متواجدين على كل المنصات إنستغرام منصات اكس مختص تيك توك وهذا علاش مواكبات لتحول التكنولوجيا في العملية الاتصالية ونت تعرفي ما جداً كما كان يتكلم مستاذ وراء مختص في الانتصال العملية الاتصالية في الانتخابات أو في العملات الانتخابية مهمة جداً من ناحية الألفاظ والمصطلحات وحتى الطايمينغ والوقت اللي ترمي فيها هذه الأشعارات لكن السؤال تفضلين ضدنا قبل لكن وقبل السؤال أستاذ علي ربيج وضيوفنا وكذا مشاهدين فاصل ومن ثم لنعود إبقوا معنا هذه الأخبارية الأولى في الجزائر وبرنامج عين على الرئاسيات نعود مرة أخرى نرحب بضيوفنا ونعود للأستاذ علي ربيج قبل الفاصل كان لكن وتساؤل تفضل خلينا أننا نستغل هذه المساحات وهي مساحات التواصل الاجتماعي في الاتجاه الإيجابي وأننا ننخرج جميعاً لترويج لهذه الانتقابات ولدعم هذه الانتقابات ونجح كما قال الأستاذ المصطفى لهذا العرس الانتقابي أكيد كل مترشح عنده مساحات في هذه المنصات وهم فيه تدافع لكن هذا التدافع إلى حد اللحظة هو تدافع محترم في إطار القانون في إطار المراقبة المستمرة لجسطة المستقبلة للمراقبة الانتقابات إذن أنا كما قلت لك في البداية ماجدة نحن نؤسس لأبجديات وسلوكيات وتقاليد للحملة الانتقابية عندها بعد وعندها ثقل وعندها وزن ونتمنى أن نكون تواصل عليه الطبقة السياسية في المناسبة الانتقابية القادمة أستاذ مصطفى برزامة دايماً نستكمل فكرة مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي رهي تواكب هذا الحدث بكل نزاهة مشهدنا ولا خروقات فيه اهتمام بهذا الموعد الانتخابي عن طريق نشر تصريحات بعض المترشحين فيه تفاعل كذلك بالنسبة النقاط اللي يشوفها اليوم المواطن مهمة جداً بالنسبة له رفع من الأجور القدرة الشرائية كل هاليوم تحظى باهتمام المواطن وهذا ما يعكس اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في اعتقادك اليوم الفضاء الافتراضي كيف واكب الحملة الانتخابية شوف الآن أنا قلت أنه الفضاء الافتراضي أصبح عنده مكانة كبيرة عند المواطن بشكل عام خاصة عندما نتكلم على انتخابات الاسية مسبقة في خرم كذلك اليوم المواطن الزائري أنا قلت أنه هذا الناخب اليوم في 2024 ليس كالناخب في 2012 أو 2019 باش نكون واضحين الناخب اليوم أصبح ذكين أصبح يتابع أصبح يعرف المصطلحات حتى المصطلحات الاقتصادية المصطلحات السياسية المصطلحات ثقافية المصطلحات التاريخية أصبحت اليوم معروف واحد المواطن لأنه كان هناك بعض الصفحات في الفيسبوك بعض الصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام كذلك نتكلم عن الإعلام الإلكتروني الذي أصبح حتى القنوات تيفيزيون اليوم أصبحت لها مواقع إلكترونية وينشرون بعض المقاطع الصغيرة جدا التي كانت تستمع في وقت البودكاست ولكن اليوم أصبحت مقاطع الصغيرة هذه المقاطع الصغيرة هي التي تصنع الصورة الإهنية في المواطن أظن أنه لحظت أنه تبعتنا بعض الصفحات هناك نقاش يحدث عندما يجري أي صفحة من الصفحات تجري بعض المنشورات أو بعض الفيديوهات لبعض المترشحين هناك نقاش حقيقي يحدث داخلنا وهذه شوف أختي ماجد هذا شي صحي لأنه شوف ربما أنه منذ 2019 إلى يومنا كان هناك إيجابيات كان هناك بعض النقاش يجب أن نتحدث عليها ويكون عندنا الشجاع أن نتحدث عليها وهذا النقائص ممكن لها أن تحدث كذلك هذا النقاش داخل الشبكة التواصل الاجتماعي نستطيع أن نستطيع على الرأي من خلال هذا النقاش هذا نستطيع كذلك أن نأخذ بعض الأفكار ما يفكر فيه اليوم الجزائري ليس كالجزائري كان يفكر في 2012 اليوم الجزائري يريد أن يرتقي بمستواه المعيشي يريد أن يصبح عنده يعني كرامة في العيش إلى غير ذلك يصبح كذلك لديه من صح القول اهتمامات ليست فقط كما ذكر بعض النقاشات التي تبعتها أن الجزائري يجب أن نرتقي في مستوى معيشته كذلك النقطة مهمة مصطفى باش ندعم الفكرتك إذا كنتسمحي لي مجدا بعيدا على الحملة الانتقابية شوف في العهد الأولى لسيد عبد المجيد تببون مؤسسة الرئاسة كيف أنها أحسنت توظيف في المواقع التواصل الاجتماعي في الاتصال السياسي أكيد ولا شيء عن مباس ألات الإشاعة أو البروباغون في هذه المدة خمس سنين أي موضوع يثار يتم معالجته بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تلفزيونك شوف قبل تلفزيون العمومي أكيد ولي هذا ولي هذا الرئيس القادم أنا دعو ولي الرئيس القادم أنه يضع يعني مراكز استراتيجية من أجل دراسة هذا النقاش التي تدخل للشبكة التواصل الاجتماعي لأنه شوف في أختي مجدا هذا البلد محتاج إلى كل فرد من أفراده رغم اختلاف إديولوجيتنا رغم اختلاف الطرق التي يريد أن نصل بها إلى الأهداف ولكن يجب أن نضع دراسات تمكننا من معرفة ماذا يريد هذا الشاب أو ماذا يريد نعم خلي الاستماع خلي الاستماع وحتى أستاذ الأربيج هذه العملية المستمرة لتع دراسة الجمهور وكذلك هذا الصنداج يجب أن نضعه لماذا لأنه هذا البلد اليوم يا أخي ربيج وربما الأستاذ كان نذكر هذه حقيقة اليوم أن الجزائر مهددة والدريع على ذلك الحملة المسعولة التي من ذلك تقوم حملة مسعولة على الجزائر ولا بد لنا من رجال دولة حقيين أخي ربيج واختباج الأستاذ رجال دولة يفكرون في كيفية تزويد ذلك التماسك بين الجزائريين إعادة كذلك هيبة الدولة الجزائرية رغم أنه الحمد لله اليوم الجزائر صوتها مسموع ولكن الشيء آخر الأختي مجد هذه الشبكة التواصل الاجتماعي يجب أن نستخدمها في التماسك الداخلي والترويج من أجل أن أقول التسويق السياسي والدعاية وتنشئ السياسية الثقافة السياسية كل هذا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي لأنه شوف الآن أذكرت شيء مهم جدا ترامب مع هارس يعني عبر تويتر أو كذا وقبله كان أوباما عن طريق الفيسبوك استطاع أن يفوز مع رحبات وبالتالي كل هذه التجربة يجب أن نضع لها ماذا؟ نضع لها عملية تكييف على العقلية الجزائرية من أجل أن نرقى بمستوى المواطن وكذلك هذا الرقي يزيدنا في الاستثمار وزيدنا في الاقتصاد وزيدنا في أفكار جديدة ومستحدثة بإذن الله طيب أستاذ موسى بودهان بالنظر لمجرقات الحملة الانتخابية سواء من خلال تجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية وكذلك ما يدور اليوم على مستوى الفضاء الافتراضي الفيسبوك غيرها من منصات التواصل الاجتماعي هل يمكن القول بأنه اليوم لما وصلنا المرحلة أنه نضفنا للمشهد السياسي ككل أنه تم الاستغناء عن تلك الشعبوية اللي كنا نشوفها في مواعيد انتخابية أصبحنا اليوم نركز على أو نناقش بكل موضوعية نناقش البرامج بأهداف بآليات اللي يتمكن للمواطن الجزائري أنه يصل لمبتغاه عن طريق اختياره لمترشح معين اللي بإمكانه أن يحسن وضعيته ويضع اهتمام المواطن الجزائري هو رقم واحد بالنسبة لحملته الانتخابية وحتى برنامجه الانتخابي خلصنا هل تخلص من الشعبوية خلنا اليوم نسير الحملة الانتخابية بكل موضوعية بالتركيز على أهداف وبرامج المترشحين الثلاث سيدة مجدى بكل موضوعية التخلص من الشعبوية والوعود البراقة والوحيان الفارغة هذا لا يمكن أن نقضي عليه نهائي تبقى طبعا ولكن أمسألة نسبية قليلة لا تعثر كثيرا هذا بفضل مرة أخرى الوعي الجمال بفضل شعبنا بفضل مواطنين أنا لا أتحدث عن النخب النخب أصل أصل وعي ربما أقصد المواطنين البساطة ومع ذلك ومع ذلك مثلا ما ذكرتي سوى من خلال مواقع التواصل الافتراضي التواصل الاجتماعي والتجمعات واللقاءات المباشرة يعني ما يسمى بالعمل أو العمل الجوارية أو داخل القائد قلت هذا الأمر أدى إلى تلاقح الأفكار وإثارة النقاط المهمة أو المسائل المهمة بالنسبة للجزائر ككل وليس لهذا المترشحة وذاك فإذاً انطلاقا من هذه المسائل والوعي مرة أخرى وركز عن الوعي وإدراك والإدراك الكبير للمخاطر المحتقة بالجزائر هذه النقلة بكل صراحة والأستاذ الأستاذ إذا أشاروا إلى ذلك وبالتالي أستاذة لا يمكن أن نستغرب من هذا من 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 هذا الإقبال إن صح التعبير الإقبال الجماهيري وخاصة في أساط شباب وأيضاً لابد أن نتحدث عن مواطنين ومواطنيتنا في المهدف أصر الشباب كذلك كان عنده اهتمام كبير هو الأساس هو الأساس طبعاً تمت أحصيات تفيد بأن شبابنا الآن يشكل 75% من التركيب البشرية المجتمع حتى من الكتلة النخبة 24% 24 مليون وخمسمائة يعني أكثر رسبة كبيرة مليون كلهم شباب صحيح صحيح هذا لا يعني أننا نغفل أو نتجال الفئات الأخرى وكلها فئات مهمة في مسعانة هذا لإنجاح مسعانة المتعلقة بإنجاح الموعد الانتخابي أو الاستحق الانتخابي المصيري كما قلنا بالنظر لعدة أسباب ومبرات موضوعية وعملية ممكن نشرح أستاذ هناك نقطة مهمة جداً يجب أن يكون لدينا فكرة برغماتي بمعنى الأستاذ قال لك هناك شباب هناك ربما الفئات أخرى يجب أن نكون جالي الوطني يجلب الفائدة لهذا البلد والذي يجلب الأفكار التي ربما نطورها بعد ذلك وتصبح مشاريع حقيقية على أرض الواقع يجب أن تكون كل الفئات العمرية كل الفئات العمرية بدون الإقصاء بدون الإقصاء مش كون ورحين لأنه في بعض الأحيان لو تلاحظي نعطيك مثال فقط هابر مارس في عمرو تقريباً فايت 90 سنة ولكن كتب كتاباً في الاتصال تقريباً من 790 صفحة وهذا كيف يمكن أو يجب أن نعرف من أين تأكل الكتف لكي نستطيع أن نقيم دولة يعني في المستقبل تكون دولة لها قوية دولة تكون عندها كلمة مسموعة دولة القانون يغير ذلك وبالتالي أظن أنه الفكر البرغماتي يجب كذلك أن يأخذ حيزاً من المسؤولين حتى ربما الأستاذ أحاول إلى نقطة مهمة جداً يجب أن تكون عقلية رجل دولة في المسؤولين الجزائريين نقطة وانتهى إضافة لما ذكرتم عزيز باش نديروا نقطة مصطفى نقطة نقطة هي نهار 7 سفتمبر نقطة خاصة جملة آخرى يعني جملة أخرى قلت هنا لابد أن نشير إلى الآليات القانونية في نشر هذا الوعي ربما يحضروني القانون 23 23 24 23 24 متعلق القانون العظم الإعلام وكذلك القانونين الآخرين القانون صحافة بصر لابد 23 19 متعلق بالصحافة الإلكترونية دوبا و23 20 المتعلق بالسمعي البصري أيضاً السلطة السمعي البصري بالتنسيق مع السلطة الواطنية المستخدمية كآليات مؤسستية أيضاً ساهمة لا يمكن لا يمكن أن ننسى تلك الترسانة من القرارات وال أقول التعليمية التي أصدرتها السلطة الوطنية المستقبل الانتخابات تعليمات بيان بيانات بيانات والقرارات مجموعة كبيرة تشرح وتفصل وتوضح كيفيات تطبيق القانون العضو الانتخابات 21 الامر 21 المعدل المتمم قلت هذا إلى جانب طبعاً المدومات المدومات المترشحين الثلاثة تقوم بأدوار هذه المدومات تقوم بأدوار أيضاً ما شاء الله نددت حتى ببعض التجاوزات والممارسات هنا تحضرني مبادرة مدرية مدومة المترشحة الحر رصيد عبد المجيد تبون لما نددت بشخص حاول إفساد هذا العرس وأعتقد بأن ما زالت تلك العقليات البالية في مخص تمويل غير شرعي تمويل تمويل الملفز حاملات الحامل كمكا إذن هذا الوعي الكبير في المدومات وعند المترشحين وعند تم ضبط العملية الانتخابية من كل الجوانب وما خلينا لقطة استفهام تدار حول العملية الانتخابية عن طريق ترسانة من القوانين وما تم إعداده من إصلاحات حتى نصل لهذا الجو العام والمريح لمجريات الحملة الانتخابية يشار لي أستاذ علي ربيج ومشاهدين فاصل ومن ثم ما نعود دائبكم معنا تعيق أنا ستنهر الإخبارية الأولى في الجزائر نعود لسكمل النقاش مع ضيوفنا ونمر لك الآن أستاذ علي ربيج لما نقول حملة انتخابية بعد الحملة الانتخابية يبقى الرهان هو المشاركة في هذه الانتخابات عن طريق التوجه لصناديق الاقتراع 7 سبتمبر هل اليوم رهان نجح هذا الموعد الانتخابي مقترن بنسبة مشاركة والتوجه لصناديق الاقتراع بتاريخ 7 سبتمبر اليوم كملنا مع الممارسات الماضية والسلبية بعدنا شبح التزوير بعدنا الإدارة حضرنا كل الظروف القوانين السلطة المستقلة تمارس دورها العدالة بعدنا المال الفاسد بعدنا الرشوة بعدنا الشكارة بعدنا الدين عن السياسة بالمفهوم السلبي ما هوش من المفهوم العلماني اللي هو يقول لك فصل الدين عن الدولة اليوم المسؤولية تقع في الأخير على المواطن هذا المواطن اليوم مطلب منه كل الطبقة السياسية بدلة جود الرئيس الحالي سيد عبد المجد تبون بذل جهد في العهدى الأولى وحاب يروح للعهدى الثانية ومن حقه يروح للعهدى الثانية فيه مترشحين اثنين فيه أحزاب معارضة قاطعوا لي أكثر من عشرين سنة واليوم قروا باشيشاركوا لأنهم شاهدوا فيه فرصة وفيه إمكانية للوصول إلى مركز صناعة القرار في الأخير نحن نوجه كلامنا اليوم إلى المواطن الجزائر إلى الكتة الناخبة اللي توصل 24 مليون أكثر من 24 مليون ناخب أخي المواطن والسيدي المواطن اللي خرشت بالملايين في الحراكة الشعبي المبارك واللي حاربت الفساد وحاربت على الهدى الخامسة وكنت ضد كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء اليوم تحقت على أرض الواقع متلوم منك أنك تمشي للتغيير وأكثر أننا نستمر في التغيير أما أن يقعد المواطن في المنزل ويظن أن التغيير يأتي بلاتي ليكم وتأتي لي فيزيوك وهو يغير فليشين أو ما هو شكل التغيير تغيير يأتي تنزل أنت كمواطن أنت صاحب السلطة في هذه الدولة الجزائرية وروح للصندوق عندك كامل اختيار وعبر عن حضورك وعبر عن مشاركتك وعبر وشارك في ما يسمى بالديمقراطية التشاركية وهذا الشأن يهمك هذه ليست انتخابة بلدية هذا رئيس الجمهورية الجزائرية بحجمها ومكانتها وتاريخها وتحديتها ورهانتها كثير من الدول العربية سقطت من خارج الحدود لأن المواطن في الداخل ما فهمش اللعبة كيف تضار في الأقاليم وفي الحدود وفي الدول اليوم كين كلام رأي يضار من قبل بعض الأطراف المغردة التي تريد الشر بالجزائر وتقول أن المترشح الفلاني هو اللي رح يديها أن الانتخابات محسومة أن العملية مضبوطة حذاري أننا ننتبه أو أننا نؤمن بهذه الأفكار لماذا؟ لأنه هذا لما كملوا مع فكرة الجهوية والخطابات الإيديولوجية وتقسيم البلد وكذلك النعارات القبلية والتزوير والحرائق والحرائق قال لك كيف نحن نهدو أو أننا نقنع المواطن الجزائي باش ميروح ريح في الدار هي محسومة غير ما كده يشترح هاي فارية خطأ ماشي يسعيح روح للمواطن للانتخابات روح للسندوق لأنه هذا الخطاب للتثبيط الهيمن واللي إضعاف وتيئيس المواطن ما تروحش السندوق ما هوش طريقة عن تغيير غير خير باش نغيره نخرجه ونكسره ونديره خطأ التغيير يتم عن طريق السندوق واليوم الاختيارات واضحة تلت مترشحين عرضوا برامج عرضوا برامج يمثلوا تيارات وعائلات سياسية جزائرية بين التيار الوحاب محافظ الوطني التيار الإسلامي التيار الديمقراطي العلماني موجودين والمواطن حر ما كاش التزوير اليوم التليفون يكشف كل شيء أما أن المواطن اللي هي الكتلة الصامتة تبقى في البيت وحابة تتغير الأمور وبعدين يبكوا بعد الانتخابات طيب ما هي آليات بما أنك تحدثت على الكتلة الصامتة آليات إقناحها اليوم واضحة هذه برامج اليوم قدمت الرئيس عبد المجيد تبون عنده عهدة كاملة قدم أشياء كبيرة على أرض الواقع وإنجازات كبرى ما نقدره وهي فقط كما قال أستاذ مصطفى في تلت سنوات الرجل حقق أشياء كبيرة على أرض الواقع رجع هيبة الجزائر مكانة الجزائر ساثيرات خارج المحروقات في حدود سبعة مليار عنده برنامج عنده أهداف عنده إجراءات المترشح حركة حمص مترشح حركة جبرة للقوة المشاركة سمعناهم وشفناهم عنده برامج عندهم أهداف عندهم تطلعات من حقهم يتقدموا للمواطن الجزائري أما أنه هذه الكتلة صامتة تبقى دائماً صامتة والصمت السلبي لما الجزائر تمر بهذه المرحلة وإحنا لما نتكلمه نقوله التحديدات إحنا ماشي مع ترنا خايفين عندنا مؤسسة جيش قوية عندنا شعب واعي الشعب الجزائري اللي خرج في الحراق عشرين مليون خرجت يومياً كل جمعة مدة تقريباً أكثر من سنة ما يكسرش حتى شيء ما حرق حتى شيء أنا نؤمن بهذا الشعب ونثيق في هذا الشعب وهذا الشعب واعي ونظن وذكروني مليح هذه الانتخابات ستكون من نسبة المشاركة أكثر من ستين بالمئة شوفي أختي مجدد اليوم هذا الصندوق الذي نراه في الصندوق الانتخاب بعض الدول شعوبها مشتاقة إلى هذا الصندوق لتذهب إلى الانتخابات لأنه هذه البلدان قد دمرت وهدمت ولا يراد لها أن تنطفئ فيها الفترة بشكل واضح اليوم الشعب الجزائري أمامك فرصة أمامك ثلاثة مترشحين في ثلاثة أبناء الجزائر في ثلاثة عندهم برامج اذهب إلى الصندوق واختر ما شئت هذه الكتلة الصامتة أو الكتلة الرمادية إن صح القول إن صبينا الكتلة الرمادة لا هي تذهب إلى الأبيض ولا هي تذهب إلى الأسود يجب على هذه الكتلة أن تدرك ثم الإدراك أن الجزائر وهذا ليس تخويفا لهم لأننا هذه الجزائر هي الأولى جغرافيا في إفريقيا هي الأولى جغرافيا في العالم العربي هي اليوم مستهدافة قبل هذا مستهدافة مستهدافة أخلاص قناعة هي اليوم تخوض هي التي تقود الدفاع عن القضايا العادلة في العالم كيف لك أيها المواطن أن أن كل الدول الآن العشر الغير دائما الموجودة التسعة غير دائما الموجودين في مجلس الأمن كلهم يستشيرون الجزائر واستطاعت الجزائر أن تفتكى قرارا ربما أنه لم يطبق ولكن افتكت تاريخي أول مرة في التاريخ وبالتالي أيها المواطن لا أقول لك يعني انتخب على هالا ولا انتخب اذهب إلى يوم سبعة المهم أنك تدلي تدلي بصوتك تدلي بصوتك هذا والأساس لماذا؟ لأن الرئيس القادم إذا لم يكن لديه نسبة مشاركة قوية جدا فيطعم فيطعم الشرعي لأنه شو في أختي مجدا يقول المواطن يجب أن يدرك هناك منظمات عالمية الجزائر تضعوها تحت الميكروسكوب والعملية الإعلامية أو الهاجمات الإعلامية المؤخرة خير ودليل على ذلك هناك كذلك المشككون أبناء البلد الذين يشكون في كل شيء تقدم عليه الجزائر لماذا تشكك؟ لماذا لا تذهب؟ يعطي لك القانون أنك تترشح تترشح عندك ملفك ملفك يمر عبر السلطة المستقلة ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية إذا لم يكن مستوفي الشرط لم يكن ليستوفي الشرط بطعمة الحال وكلنا تحت القانون زيد على ذلك أي بلد لها مكان إلا وفيه السلبيات فيه الإجابيات أنا أتكلم بموضوعية لأن هذا البلد محتاج إلى كل أبنائه يعني محتاج إلى رجال محتاج إلى نساء محتاج إلى شباب محتاج إلى المؤسسات الأمنية كذلك محتاج إليها يون هذا البلد ليس فقط وعلى بالك الخط الدفع الأول ليس الجيش الوطني الشعب الخط الدفع الأول أننا يجب أن نذهب إلى هذه الانتخابات ونعطي شرعية لمؤسسات الدولة مثل ما أعطيناها شرعية منذ 2019 إلى يومين هذا التدريب الذين يقاطعون ماذا يريدون يريدون مرحلة انتقالية ماذا مرحلة انتقالية كي يعينون يريدون كذلك ماذا يريدون يريدون الجزائر أن لا ترفع رأسها وأن لا تكون يعني شوفي لاحظي الجزائر اليوم في إفريقيا تكلم الأستاذ عن النيجر النيجر عندما تساعدين النيجر وعندما تعقيمين علاقات جيدة مع النيجر أنت تقيمين علاقة مع المالي وتقيمين علاقة مع بركينة فاصل ومع دوت الساحل وبالتالي عمقنا اليوم عدنا عمق آخر أختي ماجدة عدنا الزاوية التجانية التي تتغلغل في إفريقيا تقريبا أكثر من 100 مليون الذين يتبعون هذه الطريقة إذن ولا بد لنا اليوم أن نعطي درسا للعالم مهما كان مهما كانت التحدي مهما كانت صعوبة نعرف أن هناك بعض الهافة أعطينا الدروس ومازلنا إن شاء الله نعطيه الدروس لكل المشككين ولكل الميحبوش الخير لبلادنا أستاذ موسى بودهان دايما في نفس الجزئية جزئية العمل على استقطاب هذه الكتلة الصامتة وإدراكها بأهمية تاريخ 7 سبتمب ولا بد أنها توجه لصناديق الاقتراع تدلي بصوتها وتختار المترشح الأنسب أقول لإخواننا وإثقائنا في الكتلة في هذه الكتلة الصامتة هم جزعلون على كل حال سواء داخل وطن أو في الجدل أقول لهم لا يمكن لا يمكن لكم أنكم تفوتوا هذه الفرصة الثمينة لصالح الجزائر وفيما بعد تتباكون أو تنتقدون ولست أدري تتحدثون عن انتخابات مزورة وعن انتخابات كذا وعن انتخابات كذا لا في الحقيقة الذي لا يمارس حقه بالمناسبة الانتخاب هو حق والانتخاب أذكر بأنه فعل مواطناتي وفعل 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 ديمقراطي أيضا ممارسة ديمقراطية وهاجب طبعا ومن هنا طبعا لابد لابد إخواننا أن هذه المرة كما يقال اليد في اليد ونذهب بقوة لصرادق الاقتراع ولكن ليس فقط لتسويت على زيد أو عمر أو غيره إنما لاختيار المترشح الأكفى والأفيد والأصلح والعنده برنامج والأنسب نعم للجزائر للجزائر وليس لشخصه أو فئة من الموطني والذي يملك خطابا وبرنامجا موضوعيا عمليا أو عملياتيا إن صح التعبير وتطبيقيا قابل للتطبيق على الظبان خالي من الوعود المعسولة والفارغة خالي من خطب التئيس والكراهية مثلما كان يذكر الأساتذة إذن نحن لا نملي على أي كان ونقول لو صوت على الإصال هذا المترشح وذلك ولكن نقول ثمة معايير ثمة مقاييس موضوعية نحتكم إليها وأن نحسين المترشحون شرحوا برامج المترشح وبالمناسبة لا بد أن نقول للمحسين أحسنت أسات فالذي يعني جربنا وعرفنا منجزاته والأستاذ أشار إلى العديد من منجزات في الداخل وفي الخارج في المجالات اقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ليقفي القول بأننا في ساحة الدولية الإقليمية والجهوية لننظر كيف عادت الجزائر بقوة لننظر كيف صارت الجزائر بعضويات في مجلس الأمن كيف حركت المحكمة العدل الدولية كيف حركت المحكمة الجنائية الدولية مجلس حق الإنسان وغير الآن الجزائر تتبوأ ما كان في الأمنة العملي لأم المتحدة نائب الرئيس وإذن ناهيكم عن المجال الإفريقي الذي تحدث الأستاذ فالآن الجزائر تتحدث باسم إفريقيا وتدافع عن إفريقيا حتى تكون لها المكانة التي استحقالي أنها عانت الظلم الجزائر تدافع عن القضايا العادلة في كل أنحاء العالم عموما وفي وعندنا في القضية فلسطينية وقضية القضية الصحراوية نعم تفضل أيستاذ وهذا النموذج الديمقراطية اللي ندعو ليه هو النموذج الجزائري لأن هذه النماذج الغربية فشلت أمام الامتحان وأمام الإبادة الشعبية في غزة نحن لما نقول نروح نشارك ونديروا عملية ديمقراطية التشاركية التشاركية الجزائرية نحن لا يهمنا إملاءات الخارج أو المنظمات الدولية التي صدعت رؤسنا بالنماذج الديمقراطية وشفناهم اليوم كخوانا ومنافقين يسكتوا على الإبادة الشعبية في حق الشعب الغزة والشعب الفلسطيني نحن إذا راح باش نخرجوا للصندوق نخرجوا باش نحميوا بلدنا وتكون عندنا مؤسسات قوة وصالبة نبحث عن الشرعية لأن الكثير من هؤلاء الذين كنا نتحدث عن جماعة طابر الخامس طابر الخامس يعطينا دروس في الديمقراطية ويروحوا الاتحاد الأوروبي باش يطلعوا بيانات باش ينتقدوا الجزاء ولكن ما يروحوش الآن للاتحاد الأوروبي باش ينتقدوه في الموقف تاعه السلبي في غزة وغزة 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 ولذلك لا بد أن نساهم في رفع نسبة المتاركة هذه المرة لأنها مهمة ومهمة جداً على أساسها توقف الشرعية لا بد أن تكون هذه الشرعية مكتملة أو كاملة الشرعية نكتسبها من شعبنا وشعبنا أبي ومسند بجيش قوي لا بد لا بد أن نفعل وأيضاً باقتصاد متطور متنامي هذا لا يمكن أن ينكره أي كان وبالتالي أستاذة في الحقيقة مسألة الشرعية مهمة جداً والشعب هو من يملك سيادة بالمناسبة ويملك الشرعية طبعاً أن يمارسها عن طريق ممثله المتخبين أو عن طريق الاستفتاءات فها هو الدور جاء لشعبنا لكي يمارس سيادته شكراً أستاذ مصطفى بورزان مكاديم هناك رسالتين الرسالة الأولى إلى الناخبين الذين سوف يذهبون إلى الصناديق يذهبوا إلى الصناديق وعبروا عن رأيكم وتابع الرأي تاعتك تابع هذه الصوت تاعتك تابعوا فيه الرسالة الثانية للرئيس القادم أنه يجب أن تكون هناك استمرارية في بؤسة الدولة الشيء الأول الشيء الثاني يجب أن تكون لديه بيطانة صالحة من أجل ماذا لأنه هذا البلد يستحق كل شيء جميل يستحق كل أبناء الجزائر الذين لهم ذكل غير يستحق عرب من مهدي جديد يستحق حسيبة محيرة جديدة يستحق رجال الدولة حقيقيين يفكرون في اللحمة الداخلية يفكرون في التلمية الداخلية يفكرون في اقتصاد قوي ويفكرون كذلك أن الجزائر فيها مستقبل ظاهر إن شبابنا شباب واعد وشباب إن شاء الله سوف يرفع المشعل إن شاء الله يا رب أشكرك جزيلا شكر أستاذ مصطفى برزامة المحلل السياسي وشكر موصول كذلك لأستاذ موسى بودهان وأستاذ القانون وأستاذ علي ربيج المحلل السياسي شكرا جزيلا لكم على كل هذا التفاصيل التي قدمتموها في عدد اليوم من برنامج شعين على الرئاسيات إلى هنا نصل إلى الختام أطيب المنافي أماني